عشت لحظات فرح لحظات حزن ولحظات فوز وقلق وهزيمة طب وانت بتفرج على النادي الاهلي كده مش موفق وخسر المباراة مش هنقول هزيمة لو انت حللت الهزيمة بحاجة ايه فعيها الهزيمة نفسية بالضبط كده انت لما النادي الاهلي بيكسب بتعمل ايه الاول انا بقول الاول الحمد لله عايز بس اضيف ان انا في اخر 20 او 25 سنة السيدة زوجتي وهي خريجة حقوق وخانونية لا تعمل يعني لان هي اخترت الا تعمل هي تحب الاهلي كحب المتطرفين بتحب الاهلي اكبارا مينك انت لا لا هي بتحب الاهلي بشكل انا قلت لها لقد تحولت الى الترس هي تريد ان كل هجمة للنادي الاهلي لابد ان تنتهي بهدفها وهي تتحدث بالعربية كما اتحدث بالعربية فتقول هدف فما جابش هدف فتلاقيها يعني ايه تنرفز جدا فقول لها دي كورة يعني هيروحوا عشر مرات وحاجبوا جول هيروحوا ايه عاوزة في كل هجمة جول اه فهي متطرفة في هذا المجال وطبعا الاهلي هي تعتبر النادي الاهلي بس خلي بالك اللي في الجزيرة بيتها تقولك انا وانا دخلة كاني دخل الصالون ودي حقيق ودي حقيق فهي تشعر وهي في النادي الاهلي انها جوه بيتها فعلا فحكاية تانية يعني طيب انت احيانا كده الواحد بيجي عليه فترة من الفطات كده بيبقى مزاجي عالي قوي انت مزاجك امت بيبقى عالي اه عندما يحقق الاهلي هدفه هو مابيش في حياته غير الاهلي لا اما الاهلي نمر واحد لتسعة من عشر طيب لما النادي الاهلي بيخسر او في اي مباراة او تلاقيه مثلا كم يسيطر عن مباراة ومرة واحدة دخل فيه جول زي بعض مبارات كتيرة جدا نعم انت كان بيبقى احساسك ايه اه لا خسارة الاهلي هي خسارتي انا لا انطق كلمة لو خسر الاهلي حتى لو كان متفوق وكذا وكذا بس في النهاية خسر انا ما اتكلمش فابقى ايه اسرع واحد بيدخل السرير يا سلام عشان انسى ما حدث طيب هل خسارة الاهلي بيتأثر عليك في معاملتك في بيتك مع اصريتك وكلم ده ببعد عن الناس بقى يعني لو الاهلي خسر انا ببعد لا انا بكلم على اهلي بيتك حشان ما نفعلش اهلي بيت اهلي بيت حتى اهلي بيت كمان خلق هم عارفين فايه يتوقفوا عن التعليقات طب قول لي لما الاهلي بيكسب بتعمل ايه مع اصريتك هم اللي بيعملوا معي هم اللي بيعملوا اه يعني انا انا في في بيبقى تنافس بين اه ولادي في يوم ايد ميلادي ان هم اه اه يخلوا الاهلي موجود ففي اخر ايد ميلادي لقيتهم عاملين اه ترثة كلها اعلامي الاهلي وصوري في الاهلي لا ده انتو حاجة رهيبة طيب هل النادي الاهلي وتشجيع النادي الاهلي وحبك النادي الاهلي اثر معاك على شغلك الاهلي يضيف للاهلوية انا بقول لك الحقيقة ما اثرش عليها في شغل العكس انا هقول انا كنت من 12 سنة ما كنتش رحت المنصورة وبعدين رحت الى مكتبة المنصورة العامة فلاقيت عدد كبير جدا من الشباب كلهم بيكلموني على الاهلي كله يعني كل اللي موجودين كله بيسألني على الاهلي وكله بيكلمني على قناة الاهلي وعلى مجلة الاهلي والمقالة الاخراني واللقاء الاخراني وكده يعني اه فانا قلت انه يا جماعة انا اصلا انا مش صعف الرياضي انا صعف السياسي نعم واقتصادي وبالتأكيد يعني قلناها في السي بي اه 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 يعني القصة القصة الرياضة جاءت مرتبطة بالاهلي وما كان يمكن ان ترتبط بحد تاني هل دي ما اثرتش على علاقاتك مع الناس سواء في السياسة او في الفن او في اي حاجة اخرى اه لحطا بالنادي الاهلي لا 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 لو اثرت اه ايجابا الاهلي لا يؤثروا سلبا نعم السلب ليس صفة ترتبط بالاهلي طيب انت اول مرة دخلت فيها النادي الاهلي كان سنة كم؟ اه سنة تمانين نعتح تمانين اه اول شخصية قابلتها في النادي الاهلي كم؟ ما انت سؤال ده بتسأله اللعبة الكورة انا لست لعب كورة لا ما انا عارف لا انا مش قصدي اه 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 انا مش قصدي انت بتابع بقى معرفة بقى اللعبة الكورة ببقى جايب من برة اه لكن انا كنت اه اه يعني داخل النادي الاهلي لان انا اه ده جزء من سماتي الشخصية اه انت بتو عضو عامل في النادي الاهلي؟ لا لم اكن عضوا عاملا لكن الكابتن عبد مجيد نعمان اثار ان هو يعمل لي بطاقة مش بطاقة عضوية في النادي الاهلي بطاقة صحفي عشان ترى بتخش بيها عشان ادخل اه النادي وهذا ما احرس عليه دوما انا لا ادخل مكانا الا مدعوا او محصنا بموجود سبب منطقي طيب احنا احيانا كده اول واحد شفته بس اه اول واحد انا عايز اكمل لك اه اول واحد ان اول واحد حرست اشوفه ان انا قمت داخل من باب النادي الاهلي في الجسيرة ومشيت الطريق المؤدي الى ملعب التيتش وسلمت على اه اه عم عم اسوه اللي كان الكشفته الاهلي عبدالبقال لا مش عبدالبقال لا لا ده اه راجل اه اه يعني اسمه ايه اللي هو بيجيب النشيقين والنشق اللي اتاخر روح يجيبه كامتو من سبعة سين لا 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 حد حييجي في دماغي الوقت عم شاكر لا 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 عم جمعة عم جمعة يا اه على عم جمعة ده انا انا اه رحت وكنت عريس ان انا اشوفه هو بالذات يعني الليل ان انا عارف ايه مدى عشقه للاهلي عشق الاهلي واندي مستمر واندي معظم النجوم صحيح بقولك عم جمعة ده انا عرفتك قصصه قصصه مع اللاعبين فحبكم ما هنحكي 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 فروحت وقمت مدور على اه عم جمعة اول واحد طيب احنا احيانا مدلم بالنادي بيه ان لازم بقى فيه تحيز حاصة انت شغلانة صحفي صحفي لازم تدي لكل واحد حقه سواء النادي او اللاعب او الكلام ده كله دي ما اثرتش على شغلك في النابك يعني اهلاوي واخد خط واحد مفيش لا هنا ولا هنا ولا هنا انا كنت صحفيا في قسم الشؤون الخارجية الراجل يتعامل في السياسة السياسة اللي برا وعلاقتها بجوه السياسة في العالم وفي العالم العربي ده شغلي الاصلي وهو ده ده مجال تخصصي مسألة الرياضة دي جت مرتبطة بالاهلي وعشان كده انا لم اكن مطالبا باني اكون موضوعي وانا اصلا مليش هيحب الرياضة اه دخلت الرياضة ازاي وهي دي بعد قصة اه دخلت الرياضة ازاي انه اه اه انا دخلت بمؤسس اخبار اليوم متعملك كارنيه لا لسه لا لا انا 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 في اخبار اليوم الوقتي معرفش كابت النعماني انا بشتغل مع الناس اللي بشعل في السياسة اه الاستاذ الراحل العظيم محمد العزب اه موسى هو الازي اتصل بيه عشان يدعوني اه اه اقابله في اخبار اليوم وانا كنت بحب اخبار اليوم اما كنت بقرها ومصغير وبتعجبني اه اه مدرسة مصطفى ان الصحفية اللي هو ازاي شدك معاه حتى لو كان بيكتب مسلسل اسمه لا نعم فتبقى عايز تخلص الحلقة صفحة كاملة قبل وتتمنى انك تشوف الحلقة اللي لسه ما انا 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 فانا بحب مؤسسة اخبار اليوم بحب صحافة اخبار اليوم مطلبوك في مؤسسة اخبار اليوم لا اتصل علي الاستاذ محمد العزب موسى ودي قصة طويلة انه الاستاذ محمد العزب موسى ده كان رئيس لقسم الشؤون الخارجية وانتدب فيه لكي يكون مدير لتحرير احدى الصحف البحرينية فالمكتب بتاع الصحيفة ده انا كنت بتعامل معاه فكنت بعمل تحليلات سياسية كلام في السياسة يعني تحليلات سياسية ورياضة يعني مش متفقين مع بعض لا بالعكس ده حبي وده شغلي اه يعني انا انا واخد منحة على مستوى العالم في السياسة نعم مش واخد منحة على مستوى العالم في الكورة اه ولهذا كان اندهاش هؤلاء الذين استقبلوني في باريس عجيب وانا اتحدث عن انه اول موضوع انا عايز اعمله استعدادات ايطاليا لكاس العالم اللي بدأت اما كورة سياسة اصلا كمان